الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نتكلم في هذا الدرس عن القسم الثالث من أقسام التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات أرفه العلماء بقولهم هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الكمال ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات نقص كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويمكن أن نعرفه بتعريف آخر فنقول توحيد الأسماء والصفات يعني الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت على الوجه اللائق بالله ومن الأدلة الوالدة في إثبات الأسماء قول الله تعالى أثبت الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لنفسه الأسماء وأخبر أنها حسنى وأمر بدعائه بها بأن يقول العبد مثلاً يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا رب العالمين وتوعد الذين يلحدون في أسمائه ويميلون بها عن الحق إما بنفيها عن الله أو بتأويلها بغير معناها الصحيح أو غير ذلك من أنواع الإلحاد توعدهم عز وجل بأنه سيجازيهم بعملهم السيء وقال صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وفي إثبات الصفات قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسأله فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه وهنا بعض التنبيهات المهمة منها أن أول من أنكر صفات الرب تبارك وتعالى هم المشركون من العرب الذين أنزل الله فيهم قوله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن وسبب نزول هذه الآية أن قريشاً لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكر ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن وكان ذلك في صلح الحديبية لما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم قالت قريش أم الرحمن فلا نعرفه وقد جحدها تبعاً لهؤلاء المشركين الجهمية وتلاميذهم من المعطلة كما سيأتي بإذن الله تعالى التنبيه الثاني أن توحيد الأسماء والصفات في أصله داخل في توحيد الربوبية ولكن لما كثر المنكرون له وروجوا الشبهة الكثيرة حوله أفرده العلماء بالبحث والدراسة وجعلوه قسماً مستقلاً وقد ألف فيه الكثير من الكتب القديم والحديث وأما التنبيه الثالث فهو أن نصوص الصفات من المحكم لا من المتشابه يعني من حيث المعنى هي من قبيل المحكم الذي يعلم معناه العلماء ويفهمونه ويفسرونه وأما من حيث الكيفية والحقائق فهي من قبيل المتشابه الذي يفوض العلم به إلى الله تعالى فالله وحده هو العالم بذلك وكما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لا أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة جعل نصوص الصفات من المتشابه وهذا بمثابة الإجمع على أن نصوص الصفات ليست من المتشابه وإنما ذلك من قول الطوائف المبتدعة المنحرفة عن منهج السلف الصالح وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر